نعم هذه المكالمة ستجري الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي أي الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بالتوقيت جرينيج وسوف ينجيها الرئيس الأمريكي في مدينة ولمينغتون بولاية ديلاور الأمريكية حيث مقره الشخصي هناك حيث يقضي الرئيس الأمريكي العطلة المقررة للأعياد وإجراء هذه المكالمة خلال فترة الأعياد تعتبر إظهار اهتمام كبير من الجانب الأمريكي لهذا المسار الدبلوماسي المهم مع روسيا والرئيس الأمريكي كان قد صرح أن إذا تعلق الأمر بروسيا فلابد أن يكون رئيس البلدين هما على تواصل من أجل وضع المسار الدبلوماسي المناسب سيؤكد الرئيس الأمريكي على ضرورة عدم وجود أي غزو روسي للأراضي الأوكرانية ووضع العقوبات التي سوف تفرضها الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة على روسيا في حال إقدام روسيا على القيام بهذا الأمر وكذلك المناقشة القضايا الأخرى وقضايا المخاوف الروسية والمخاوف الأمريكية على حد سواء خلال هذه المكالمة ولكن هناك عقبة يمكن أن تواجه المحادثات الأمريكية الروسية وهي تصريح صدر مؤخرا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يان ستوتنبرغ حيث قال أن مسألة ضم أوكرانيا لحلف الناتو هي مسألة تخص حلف الناتو وكييف ولا تخص أي طرف ثالث وبالتالي قد تمثل هذه عقبة في سبيل أي محادثات مستقبلية بين الطرفين وجدين بالذكر أن الولايات المتحدة أكدت أنها على تواصل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين وإذا كان هذا هو الموقف الرسمي للولايات المتحدة وحلفائها فإن المحادثات الأمريكية والروسية قد تكون صعبة للغاية طيب سهيل قبيلة هذا الاتصال الهاتفي كانت هناك تصريحات لرئيس روسي فلاديمير بوتين بأنه مقتنع بإمكانية إقامة حوار مفيد مع الولايات المتحدة فيما خص هذه المحادثات هل من توقعات أو من أي تصريحات لرئيس الأمريكي أيضا على الجانب الأمريكي؟ نعم بالنسبة للجانب الأمريكي الأمريكيون والإدارة الأمريكية الحالية ترغب بخفض التصعيد القائم بين الولايات المتحدة وروسيا وبالتالي فهي تعمل على محاولة تذليل العقبات التي تقف في وجه أي حوار ديبلوماسي بين الطرفين ومحاولة طرح المخاوف الروسية والمخاوف الأمريكية وإجراء حوار تبادلي حول المخاوف من الطرفين فهذه هي النقاط الأساسية التي يرغب الطرفان الجلوس إلى الطاولة وحلها وقد أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه المفاوضات ستجري من خلال ثلاث قنوات القناة الأولى ستكون يوم العاشر من الشهر المقبل في جينيف وهي ستكون محادثات أمريكية روسية ثنائية القناة الثانية ستكون يوم الثاني عشر من الشهر المقبل وستكون من خلال مجلس النيتو روسيا والقناة الثالثة ستكون يوم الثالث عشر من الشهر المقبل وستكون من خلال منظمة الأمن والتعاون الأوروبية مع روسيا أشكرك شكرا جزيلا مرسلنا من واشنطن سهيلة الشحر